مرحبا اصدقائي كيفكم معكم من قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بيحكي عن تحديات الاسبوع الثالث الخاص بسكن TNT اللي يفتحوا ان شاء الله بعد 15 ساعة و بيحكي عن نقطة بسيطة عن سكن مايا و بيحكي عن شرح الجيفاوي اللي عامله انا ان شاء الله لشخصين على 2000 V-Box فكمل مقطع الاخر مشان تعرف السحب شو هو و اذا انت اول مرة عندو تشاهد فيديو على القناة ياريت شرك فعل زر الجرس و حط لايك للفيديو و مشاهدة ممتعة اول شي بتشكر 1790 اخ وصديق اشتركوا عندي بالقناة دعمكم كان خرافي جدا وهذا اللي خلاني يكمل اكتر واكتر اسف اذا عم بقطع يوم الثلاثة بس يوم الثلاثة بكون مشغول كتير فاسف كتير اذا عم بقطع وبتشكر كل شخص عندي اشترك بالقناة و دعمني اخر فترة الله يسعدكم كل اياتكم مشان هيك انا ان شاء الله لحقفي بوعدي و متل ما حكيت انا عامل هاد ثالث سحب عندي بالقناة او رابع سحب للقناة فكمل مقطع الاخر مشان نشوف شروط و كيف تنفذه و انت تكون احد الرابحين خلينا نشرح تحديات الاسبوع الثالث بس قبل ما نشرح تحديات الاسبوع الثالث بدي احكي نقطة بسيطة عن سكين مايا سكين مايا نزله تحدي ثالث تبع الاسبوع الثالث اللي هو الخاص بانك انت تدمج 150 دمج بالبيستول بسنجل ماتش بماتش واحد انا هذا الشي شرحته في فيديو قبل انا كل التسريبات عندي تبع العشر تحديات تبع العشر اسبوع بسكين مايا فلاحطلك رابط تطلع الاست panelists وتعارف شو هنه سيبرituات وانت لحنزله ان شاء regularly خلينا نبلش بالاسبوع الثالث اسبوع الثالث هات السريبات اسبوع الثالث كائري و معي السبوع الرابع بس السهل اسبوع الرابع مطول فلم هنزله هلئ لسه ماع الوقت أول شي نبلش بالتحدي الأول التحدي مطلوب معك أن تقتل 5 أشخاص باستخدام القنابل القنابل مثل ما نعرف من котором سنزل نكتن عرهم وثالث شيء معنا C4 اللي هي الريموند كنترول اللي بتفجر عن طريق جهاز التحكم فكل اللي علينا اللي احنا بالتحدي الاول انك انت تقتل خمس اشخاص باستخدام هدول الانواع من القنابل مو شرط بجيم واحد بكذا جيم بس صار في التت انواع قنابل تستخدمون شلون ما بدك وتقتل فيهم خمس اشخاص والتحدي اللي معنا الثاني اللي هو الدق تفتح شاست بمنطقتين بمنطقة هولي وبمنطقة ريتالرو اللي 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 احنا منقول عليها بالجيم هولي الشيت انا ورفقاتي يعني فالمهم انت بدك تفتح 10 شستات او 10 سندي بمنطقتين الهولي ومنطقة ريتالرو اللي عنكم ظاهرين بالماب تفتح هون 10 سندي وهون 10 سندي او هون 5 او 5 شلون ما بدك او تنزل بهذا المكان تفتح تخلصوا كله مو محدد مكان واحد بالمكانين واختيار اختيارك والتحدي الثالث اللي معناه اللي هو بدك تدمر 10 براميل غاز هدول 10 براميل غاز او 10 استوانات غاز اللي ظاهره امامكم بالصورة استوانة الغاز هاي كله عليك انك انت مثل مظاهر بالفيديو بتحمل استوانة الغاز مو انك تدمره بالاسورت لا بدك تحمله وترميه متل مظاهر امامكم بالفيديو تنزل بهذا المنطقة بتروح بتلاقي البراميل هون مليان كتير براميل غاز او اناني غاز يعني انابيب بتحمل انبوبة واحدة بترميه هيك بتخلص واحدة من 10 المطلوب منك انك انت تحمل 10 استوانات غاز وترميهم وتفجرون هيك انت بتكون خلصت المهمة بدك تعمله 10 مرات او تدمر 10 استوانات يعني هيك انت تكون خلصت التحدي الثالث والتحدي الرابع اللي معنا اللي هو بدك تركب قارب هو معلق بالهواء متل مظاهر امامكم بالفيديو فيه مكانين في هذا المكان وفيه المكان الثاني اللي هو بمنطقة صناعية اللي هيك فيها الميناء يعني بالعامية نحكي فيها الميناء هاي المنطقة بيكون فيها قوارب معلقة القاعدة ما بتكون بالمي كلها عليك انك انت تقرب على هذا القارب وتدوس ايه مثلا وتركب هذا القارب وتمشي فيه لازم يكون معلق بالهواء ما لازم يكون بالمي او راكد بالمي يعني او قاعد بالمي لازم يكون معلق بالهواء تقرب عليه وتركب هيك بيحسبولك واحد من خمسة بدك تعمل هاي القصة خمس مرات تركب قارب هو معلق بالهواء بمنطقتين اللي ظهر امامكم بالفيديو المنطقة الاولى والمنطقة الثانية اللي ظهر امامكم بالماب عند الميناء بالمنطقة هي الصناعية والتحدي الخامس اللي معنا اللي هو بدك تزور خمسة عشر منطقة غير مسمية اللي ظهر امامكم بالماب هون انا معلم لكم على المناطق كلها ياتا اللي بيشبترتو هلق حاليا هاي الاماكن كلها ياتا هلق هاي الاماكن مو مسمية بدك تنزل وتزور هاي المنطقة شلون بتساوية انت باسهل طريقة بتقدر تنزل تاخد الماب من تحت لفوق مثلا تلعب تيم رامبل تنزل بأي مكان من تحت وتمشي بالاماكن اللي هي مو مسمية اللي عنكم بالماب انتو حاولوا حفظوها او حاولوا شغلوا الفيديو ووقفوه وشوفوا الاماكن وامشوا وروحوا وامشوا فيها بدكن تزوروا 15 منطقة بماتش مختلف او بماتش واحد مو شرط يعني شلون ما بدك تساوية برياحتك بتمشي مجرد ما انك انت تفوت على هاي المنطقة الغير مسمية هيك انت بتكون زرت واحدة من 15 بتقدر تعيد الكرة بالجيم الثاني وبيحسبو لك ياهم كل جيم كم منطقة زرت لحتى يكملوا عندك يسيروا 15 منطقة هيك انت بتكون تخلصت التحدي والتحدي السادس اللي معنى اللي هو بدلك تست�دم مكنة ترقية السلاح متل ما منعرف مكنة ترقية السلاح فيها شغلتين حاليا الشغل الاولى الي هي انك انت ترقی الاسلاح الي معاك من لون ابيض ليون اخضر من اخضر لازرق واسم من ازرق لأباءت نهدة ومن نهدة price لازرق بس فيه شغلة تانية بهذا التحدي طالبينه مو ان تطوروا الاسلاح الي بايدكن المطلوب منكن اللي انتو تطوروا الاسلاح لسلاح جانبي مثل مظاهر تحت معلم عليه بالاحمر هذا السلاح الجانبي لا يكون مع الهانشمين و لا ينزل بالشستات كله عليك انك مثلا تكون حامل السولت و تبدله على ايكي لا يأخذ منك موارد كثير و يأخذ منك شيء عشرين و عشرين و عشرين هاي هي المهمة المهمة انك انت تبدل السلاحك او تطوره لسلاح جانبي مو سلاحك نفسه تبدله من ابك لليجندري مثلا لا بدك تبدله لسلاح جانبي اللي هو المو موجود بالشست مثلا المثال اللي هو الاسولت بدك تبدله يعني الام 16 بدك تبدله من ام 16 لا ايكي 47 اللي هي الروسية بدك تبدله من هاد السلاح لهاد السلاح بدك تعملها القصة ثلاث مرات وهيك انت بتكون خلصت التحدي والتحدي السابع اللي معنا اللي هو بدك تدمج 500 دمج للرؤساء الرؤساء متل ما منعرف نزله بالمناطق اللي جديدة اللي هنه ميداس وبروتوس و سكاي و تي انتي و اللي مياو هدو الأماكن نزل فيهن البوس اللي جديد اللي هو رئيس منطقة كله عليك انك انت بتنزل على واحدة من هادول مناطق متل ما موضح امامكم بالصورة بالخريطة كل ما كان اولو بوس او رئيس يعني بتنزل بتوجه الو ضرار 500 بس انا اللي هعطيكم سر حلو كتير بهاي المهمة انك انت لما تنزل بهال منطقة انزل على الكربة الحمراء وعمل شكلك لشكل هانشمين او تابع من التوابع تبعات هدا البوس بتقرب عليه بتمسلك شوت غام مسلا وتحط الشوت غام براسه بتسلخوا واحدة دمج 150 بعدين بتسلخوا واحدة دمج تانية 150 هيك انت عملت 300 وبتسلخوا شوية دمج بصير تقريبا 100 بصير شي 400 وهيك بيموت هو هيلو كتير كبير هذا البوس فانت هيك بتكون خلصت المهمة وهدا سر حلو كتير انك انت تعرفه بدل شكلك لشكل هانشمين بهاي الكربة تبع التليفون وقرب عليه خوض شوت غام وسلخوا واحدة ب150 او 125 حسب الشوت غام اللي معاك هيك انت بتعمل جزء كبير من هاي المهمة هاي المهمة اذا انت دمجته 100 بتنحسب لك بتعملها بالمهمة التانية يعني بالمرحلة التانية وهينك انت تنزل جيم تانية وتردد دمجه كمان مو مشكلة بتنحسب لك مو شرط بسيججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج مو معروف الصراحة بس هذول ثلاث اماكن معروضين امامكم بالماب سهلين كتير بتنزل بتجور هاي المنطقة بعدين هاي المنطقة بعدين هاي المنطقة هيك انت بتكون خلصت التحدي سهل كتير هاد التحدي موسيقى موسيقى والتحدي التاسع اللي معنا اللي هو بدك تدمر الكاميرات خمس مرات مثل ما بنعرف نحن نوعين كاميرات الكاميرات اللي هي إنك انت بتقرب عليها وتضربها بالX بتدميج و بتنكسر عالاخير بس في كامرة overly تصل لي شعور بالخزن الكبيرة هاي تصل لدي الكاميرات كثيرة كثيرة هكذا降ة عماره التمر انت بدك تب AB 5 صحيحات من هذه ومنه يعني THERE أو cigarettes أنا مخيرينك بين النوعين أنت بدك تتكسر 5 صحيحات من هذا النوع أو من هادا النوع لا مشكلة مثل منظر موظر امامكم بيفيديو كيف يlungen شخص هذا النوع classic وهذا ل Livres مثل موظر امامكم بالصورة دين بتكسر هادن نوعين أنت子 بدك تكسر خمس كاميرات من هادول النوعين مو شرط اي نوع يعني ما في نوع محداد اي واحد من بيناتو والتحدي الاخير اللي معنا اللي هو بده شوية التركيز انا لح اشرح لكم يا شرح حاولوا ركزوا معي بكلامي التحدي الاخير اللي هو انك انت بدك تعمل double kill او بدك تقتل شخصين من خلال انك انت لا تاخد هيل ولا تاخد شيلد بين الشخص الاول والشخص التاني كيف يعني مثلا بيكون معك شوتقان و SMG فايت انت مدرعم على شخص بتقتله بعدين بيجي لعندك الشخص التاني مثلا الشخص الاول دمجك اوكي مثلا الشيلد تبعك كان مية صار خمسين لا تمسك شيلد وتشربه لا اقتيل الشخص التاني بدون ما تشرب الشيلد هيك انت بتكون خلصت المهمة يعني بدك تقتل شخصين هدول الشخصين بنفس الوقت انت ما تستعمل بين بيناتن يعني لا هيل ولا شيلد لما تقتل الاول والتاني بين الاثنين لا تستعمل لا شيلد ولا هيل سهل كتير هذا التحدي كل عليك انك انت بتنزل team rumble وبتمسك الاسولد بمكان عالي او سنايبر بتقتل اول واحد وبتقتل التالي هيك خلص المهمة وسهلة كتير كتير بس بدك ان ما تاخد لا هيل ولا شيلد بين هذا الشخص وهذا الشخص فبس هيك انا بكون شرحت لكم تسريبات تحدي لسبوع التالت لح يفتح ان شاء الله بعد 15 ساعة خلاني احكي اللي على الجيفاوي الجيفاوي احد شروطه بدي ياكن تركزوا كتير بالشروط لانه انا الصراحة تغلبت كتير بالشروط القديمة الشروط هنا يا اخواتي انه انتو تحطوا تعليق على هذا الفيديو ولايك وتكونوا مشتركين بالقناة وتفعل زر الجرس وانا لح اعمل السحب على التعليقات الموجودة على هذا الفيديو على هذا الفيديو يعني مشان انتو تركزوا بهذا الموضوع انه انا بدي اعمل السحب على كومنت اشوي على الفيديو هادي الي انا هلا حمبيشرحه الاسبوع التالت الخاص بفورتنايت مو على فيديو تاني مشان انتو تكونواعرفانين لانه في ناس ما عم تعرفично مفكرين انه انا على كل فيديو عم بعمل سحب هذا ان شاء الله بكون الناس السحب الرابع على القناة بعد سحب الحزمة وسحب اللي عملته انا على البطل باس وانا عملت كتير صحوبات ودعمكم كان حلو كتير وانا وفيت بوعدي بس هذا هو الشروط سهلة كتير لاك للفيديو كومنت حلو اشتراك تفعيل زر الجرس ان شاء الله لح احكي عن الفائز يوم الاحد او لا خليها يوم التنين مشان الناس تاخد فرصتها ان شاء الله لح اعلن الفائز يوم التنين اليوم هلأ لحنا صرنا الخميس خميس جمعة والسبت واحد وتنين والتنين بالليل لح ينزل اسم الفائز هيك بيكون خلصنا الشروط السحب اللي هو عبارة عن الفين في باكس لشخصين بيتم عن طريق التحويل على الحساب فبس هذا هو السحب وشكرا للكم كل ياتكم على الدعم الخرافة اللي دعمتوني اياه وان شاء الله هدفنا الثاني الفين وثلاثمائة مشترك لح اعمل سحب على الحزمة اللي تسربت بالتسريبات عشرين دولار او خمسة عشر دولار اللي هي عبارة عن سكن السمكة مستعيل خاص فيه واكس ورأسه حلو كتير هذا الحزمة ان شاء الله على الفين وثلاثمائة لح اعمل هذا السحب لشخصين كمان فبدي دعمكم ان شاء الله من هون لاسبوعين لاوصل لالفين وثلاثمائة مشترك فإذا انت اول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة ياريت تشاركك فعال زر الجرس وحط لايك للفيديو اللي هيوصلك كل جديد وبرعاية الله اشتركوا في القناة